بكل الحب والأشجان عطاء الخالق المنان وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان لأجلك أيها الإنسان لك الرحمن قد أعطاه كرامته فكن أهدا وأنت الشامخ الأجدا أيها الأخوة والأخوات السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته كل المقدمات السابقة في برنامجنا هذا يمكن أن تمر بسلام أما اليوم فهذه المقدمة عاجزة عن وصف الموضوع وبيان ملامحه وسر العجز في سر عظمة صاحب الموضوع وعجز لغتنا رغم فصاحتها أن تأتي بأجمل وأصلح تعبير عنه وصدق من قال وما عجزت لأن الشعر أعجزني لكن لأنك فوق الشعر والأدب فحسبها كلمات قد رجوت بها شفاعة يوم لا يغني سوى كنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنوان الطريق ورواء الروح ومفتاح السعادة بذكره تطيب الكلمات وتطرح السيئات وتنحل المشكلات وتصعد الدعوات وما بين اللهج بحبه وذكره ونشر اسمه وسيرته يتحقق صدق المحبة والاتباع وما بين المولد النبوي والهدي النبوي يظهر الجوهر ويتجل الاقتداء الشروق النبوي عنوان حلقتنا لهذا اليوم والتي تصادف يوم المولد النبوي المبارك على نبينا صلى الله وسلم ومع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمز العمري رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية حيكم الله دكتور الله حيك ورق الله فيك دكتور لأننا نتحدث في بداية عن التهاني عن المسلمين وكثير من المسلمين يبدأ بالتهاني ويهني أنفسهم حتى ببرامج وفعليات ومناسبات تكون خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف وقد اخترنا واخترت يا دكتور هذا الاسم اسم الشروق النبوي لهذا الحلقة فنتحدث عن الموقف الصحيح في رأيكم في مثل هذه المناسبة السنوية المباركة التي تكرر في كل عام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي ذي جلالي وجيك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيدي ولدي آدم أجمعين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد قل الله سبحانه وتعالى قد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذا النبي الكريم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ومنى الله جل في علاء على المؤمنين ببعثته عليه الصلاة والسلام وولادته الشريفة كانت معها الأحداث المباركة التي ذكرها أهل السير بأسانيد مختلفة وبعضها بأسانيد حسنة حسنها عدد من الأئمة عليه ورحمة الله من النور الذي أضيئ في يوم ملادته عليه الصلاة والسلام وكسر عدد من إيوان كسر في أماكن وجودهم وهذا ببركته عليه الصلاة والسلام والتي سنبين سر العظمة بعد ذلك وفي يوم مولده الشريف بينانا عليه الصلاة والسلام عددا من الأعمال الصالحة عندما يقول عليه الصلاة والسلام عن سر الصيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم فنحن نصوم يوم الاثنين ومن سر هذه الأسانة ذلك يوم ولدت فيه هذه الولادة المباركة الشريفة التي تقتضي عملا صالحا تقتضي تذكيرا بمكانته وبرسالته وبسيرته وبخلقه عليه الصلاة والسلام فهذا الاحتفاء الذي يأتي في مثل هذا اليوم تذكيرا بحياته عليه الصلاة والسلام تذكيرا بما منى الله تبارك وتعالى به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو من الخير والنور والبركة وأنا في الحقيقة لست مع المعركة التي تقول هو احتفاء أو هو احتفال أنا معني بالمضمون لأن الأصل كعيد لا يوجد عندنا في دين الإسلام إلا عيدين فقط العيد الذي يلي رمضان وعيد الذي يلي الحجل لكن بعض يكسوا أنه تخصيص يوم لها أو كذا نحن نتكلم عن هذه قضية التخصيص ما يتعلق بالعبادات تخصيص أوقات محددة عبادية كأن فيها أجرا خاصا وإلا فكانوا بعض الصحابة يذكرون الله تبارك وتعالى بأذكار خاصة معينة وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فالمضمون هو أهم شيء فأنا عندما أقول من ناحية العيد الاحتفاء الكامل الذي يعني أداء إعبادة معينة ودور معينة هذا لا يكون إلا في العيد من أمة الإسلام كلها لكن تأتي مناسبات سعيدة مثل الهجرة النبوية المباركة مثل بعض الأحداث التي حصلت في تاريخ الإسلامي فنذكر بها والخطباء يتحدثون عنها وتقام فيها المحاضرات والدروس وتؤلف فيها الكتب كل سنة في نفس الموسم فهذا كله لا إشكال فيه كذلك نحن نقول لنا بالمضمون في هذه الحالة سماه الناس الاحتفاء باليوم النبوي سماه الناس احتفالا باليوم النبوي أي أن كانت هذه التسمية أنا عندي المهم هو المضمون ماذا تفعلون إذا قال والله نذكر بالمحاضرات ونذكر بالدروس وبشأن سيرته عليه الصلاة والسلام وما من الله به على أمة محمد عليه الصلاة والسلام كل هذا خير وبركة ومثله مثل بقية المناسبات السعيدة في أمتنا دون أن نقول والله من لم يتحدث في هذه الخطبة عن هذا الموضوع فهو جاف المشاعر اتجاهه عليه الصلاة والسلام أو ليس من المحبين والمصطفويون المحمديون لا لا نقول هذا المعنى نقول كل من ذكر فهو على خير وينشد السيرة النبوية والحرص عليها والذي يخرج أو يخالف هذا المنهج النبوي بأن يقيم بعض الأفعال من الرقصي أو أن هناك النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل في هذا المجلس وأمثال ذلك من البدع والخرافات هذه القضية هي الخطرة وبالنظر في عموم العالم العربي والإسلام سنجد فيه تباين شديد يعني في بعض الدول تقيم ما تسمى بالاحتفال النبوي في جهة المغرب والجزائر وغيرها وهي فعاليات كلها طيبة وحسنة ومباركة ويوجد في نفس هذه البلدان بمن فيها شرقا وغربا بعض الأفعال والتصرفات التي لا تليق أصلا بسيرته عليه الصلاة والسلام ولا باتباعه ولا بهدين فهذه الخطورة في هذا الاتجاه فهذا هو التوضيح والموقف في رأي جميل لكن يتحدث عن موضوع آخر ومحور آخر نتحدث فيه يعني لا أظن أن يعني علم من العلوم كتب فيه مثل ما كتب في السيرة النبوية الشريفة لكن هل يمكن لنا أن نعرف سر عظمة و سر العظمة النبوية وأهم ما شد حتى المستشريقين وأيضا المستشريقين والغربيين في سيرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن أهم هذه السيرة عندما تتأمل في القرآن الكريم في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك آيات كثيرة تتكلم عن ذلك لم أجد أبلغ ولا أعظم في وصف شامل كامل في سيرته عليه الصلاة والسلام ومنهجه وخلقه من هذه الآية الكريمة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها بأداة الحصر وهذه لها دلالتها في اللغة ولها دلالتها في الواقع في قول الله جل في علاه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ في هذه الآية الكريمة وصف السر الأعظم في ذاته عليه الصلاة والسلام تتكلم عن ذاته ولا فيما تنزل عليه القرآن لكن تتكلم عن سر ذاته عليه الصلاة والسلام الرحمة والعالمية هذه السر العظم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تأمل في كل الآيات التي جاءت في وصفه وفي بيان سيرته ستجد أن هذه الآية هي أبلغ آية تصف النبي عليه الصلاة والسلام في سر عظمته الرحمة والعالمية وسنبين ماذا تعني كلمة الرحمة هذه الرحمة هذه فوق أنها الود والعطفية كذلك الشفقة يعني عندما نتحدث مثلا عن أعداء لا يريدون فتح الباب للمسلمين سنجد النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل ستقول أين هذه هي الرحمة من أجل أن تصلكم رسالة لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هذه الرحمة هذه الشفقة بكم وفي ذات الطريق وهو في سبيل معركته وفي سبيل قتاله عليه الصلاة والسلام لا تقتلوا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجاء كل هذا لماذا؟ هذه من سيرتي عليه الصلاة والسلام في جانب الرحمة وفي تجلي سيرته في جانب العالمين فهو يريد أن يصل إلى كل الناس وفي ذات الوقت إما نعتمونا وصلناكم ولكننا نستصحب خلوق الرحمة في كل حياتنا مواقف عظيمة جليلة يتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره ومع نفسه ومع أقرب الناس منه ومع أعدائه كل ذلك في هذا السر ستجد أن سر الرحمة وسر العالمية هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعندما تتأمل في السيرة النبوية في الأحاديث النبوية في من وصفه عليه الصلاة والسلام لن تجد أبلغ ولا أعظم ولا أجل ولا أدق وصفا من وصف زوجه عائشة رضي الله عنها عندما قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام والقرآن تجلى مرارا وتكرارا بهذه الصفة بهذه الخصيصة تحديدا ألا هي قضية الرحمة ومعها رحمة للعالمين العالمية أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأتباعه محبوه الذين يمكن أن تسأل وتقول والله هل هذا محب المتبع يقول صفة الرحمة فيه وصفة العالمية ليست تلك الصفة النائمة أن بعضهم ما قاعد يشتغل بمنهجه في كل العالم وبسيرته في كل العالم نحن مع أعدائنا ومع مخالفين مع من آمن به ومن لم يؤم به رحمة للعالمين مع كل الخلائق مسلمين أو غير مسلمين هذه الرسالة هذه السر العظمة التي أتى بها عليه الصلاة والسلام اللهم سبحانه طيب إن كنت حدثنا عن سر الرحمة وهذه العالمية للنبي صلى الله عليه وسلم في سيرته عليه الصلاة والسلام خلنا نعطر هذا المجلس بما فيها من عظم ونتحدث ابتداء برحمته صلى الله عليه وسلم مع أقرب الناس له جاءنا نتحدث عن هذا الباب عندما نجد أن من يحيط به عليه الصلاة والسلام ناس قريبون منه جدا ونحن قلنا سر الرحمة وسر العالمية سر الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أقرب الناس منه مثلا عائشة رضي الله عنها وأرضاه التي كانت ملاسقة له وتعرف دقائق أموره الخاصة عليه الصلاة والسلام مرة مرات ذهب إلى المقبرة تذكر نبيه صلى الله عليه وسلم الدعاء والآخرة في موقف تجلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى أهل بقيع الغرقد في صاحب المسلم ورفع عاديه وأخذ يدعو لهم عندما تحرك من مكانه عليه الصلاة والسلام لحقته أم المؤمنين عائشة أين تذهب في هذا الليل يعني هي ظنت أنه ربما يذهب إلى بيت زوج من أزواجه عليه الصلاة والسلام وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى جهة أهل بقيع الغرقد ودعا عليه الصلاة والسلام لهم في هذا الليل ثم عاد النبي عليه الصلاة والسلام و ما أخذ وقتا طويلا فراقبته و رجعت إلى بيتها في جنح الليل و الناس في بيوتهم فمع حركتها تحركت بسرعة و صدرها بدأ يلهج بالحركة فتنبأ لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكي يعني إيش الحالة التي أنت الآن فيها يا عائشة فكانت بسر ركوضها و هرولتها في هذه اللحظة و مع ذلك أمضى النبي عليه الصلاة والسلام الموقف بكل محبة و سلام يعني ما قال أنت تشكين في تصرفاتي و أنت تشكين في أعمالي أو هي خلاص الموقف واضح أنني أنا كنت يعني أريد أن أراقبك أين تذهب ما قال والله كيف خرجت من البيت و ما استأذنت ميني و ما عرفت إيش فيه في الطريق و كذا كل هذه المعالم ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتفت إليه لأنه سر الرحمة فيه سر العظم فيه و رحمته عليه الصلاة والسلام يدرك أن هذه المرأة عندها تساؤلات ثم حتى أن علماء النفس يقولون اليوم والشيء المنضبط عندما تسأل المرأة مثلا عن زوجها و تتأكد من بعض الأمور بالطريقة الصحيحة و بالطريقة السليمة بالعكس هذا من رحمتي حتى به هو فهو يدرك أنك و الله أنا ما أتصل عليك و إلا لما أسأل عنك و إلا لما أتأكدين أنت فهذه كلهم من باب المحبة لك و هو يبادلها عليه الصلاة والسلام خلال فهمه لواقعها فأمضى الموقف بكل محبة و اليونة و سرت تلك الليلة الجميلة بينهم و ذكرنا هذا الحديث الجميل و هي ترويه رضي الله عنها و أرضاها فكم من الناس اليوم لا يطبقون هذه السيرة و لا يفهمونها و لا يستوعبونها إلا من خلال الأسف نظريات فقط تقال لهم الكلمات و لا يطبقون المعاني أبو هرير رضي الله عنه و أرضاه و الذي كان ملازما خاصا للنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب فقط أن ينظر في وجهه عليه الصلاة والسلام و يبقى في الطريق يتأمل كلما مر النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه فمرة من المرات مر النبي عليه الصلاة والسلام به فقال ما لك يا أباهر يداعبه عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هكذا بكل جلاء و وضوح يريد أن يعبر عن مشاعره تجاهه قال يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي و قرت عيني خلاص أنا أرتحت بس أنا جاي أشوفك تعبير عن مشاعر تجاه النبي عليه الصلاة والسلام إني إذا رأيتك طابت نفسي و قررت عيني فماذا بدأ له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أباهر أطبي الكلام وأطعم الطعام و صلي بالليل والناس و نيام أدخل الجنة بسلام خلي كلامك طيب و صلي بالليل والناس و نيام و أطيب الطعام هذا و أطعم الطعام للفقراء و المحتاجين حول سر محبته إلى العالمية أعطي الناس و شارك الناس و اهتم بأوضاع الناس و ألم في كلامك مع الناس و صلي بالليل و الناس و نيام هذا فيك في نفسك ارحم ذاتك بعبادتك لله و توجهك لله سبحانه و تعالى قلت لك أن سر هذه الحلقة هي الرحمة و العالمية لكن مفهوم الرحمة هذه كيف تكون فهنا يقول له يعني أنا إذا رأيتك طابت نفسي و قررت عيني تبادل المشاعر و وجه مشاعره إلى شيء ينفعه و إلى شيء يفيده بكلمة طيبة ألين الكلام و أطعام الطعام لكل المحتاجين و المساكين ثم سر قيام الليل لأن هذا ما هو سر قيام الليل كما يقول حفظ بن حجر علي رحمة الله قال له سر أنه يعود على النفس بهدوئها و سكينتها و طمئنتها هذا يجعله فيه الرحمة يعني الإنسان الموتور الإنسان الغضبان الإنسان الذي بالس شيطان في إذنيه كما في الصحيح عندما يذهب عن صلاة الليل و إن كان الحفظ بن حجر علي رحمة الله عندما ذكر رجل ينام حتى الفجر قال ذلك رجل بال الشيطان في إذنيه قال الذي لا يقوم الليل مش اللي ينام عن صلاة الفجر رجل بال الشيطان قال رجل نام حتى أصبح أي حتى جاء وقت الصباح أو حتى أصبح بمعنى أنه جاء وقت الصبح بعد الفجر فكل المعنىين فالحفظ بن حجر يقول يعني في ماله إلى رأي حتى أصبح حي حتى جاء وقت الصبح أي حتى جاء وقت الفجر لم يقوم الليل رجل نام حتى أصبح قال ذلك رجل البال الشيطان في ذلك النبي مع أنه سيأتي ثقيل و ربما يكون فيه نوع من التعب النفسي و الأرق الذاتي فهذه معاني كلام النبي صلى الله عليه و سلم في رحمته على الخلق و رحمته بنفسية الإنسان لنكون فيه منها الود و العطر جميل حدثنا بداية في الحديث عن الصحابة فنكمل هذا الحديثنا برحمته مع صحابته و من كانوا حولهم من أخواني مرة أخرى كان النبي عليه الصلاة و سلم يعلن المشاعر يعلن الأحاسيس يعني رجل مثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه كما في رواية مسلم أنت تتكلم عن في أعمار الخمسينات خمسة و خمسين و ستين سنة فيقول النبي صلى الله عليه و سلم لأبي بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا إيش يعني خليلا؟ الخلة هي أن تتخلل سويداء القلب و ابن القيم في روضة المحبين يقول الخليل هو الرجل الأول في حياتك يعني درجات الحب كثيرة العشق و الوله و إلى آخره فيقول هذا المعنى الخلة هي أعلى درجات الحب لن تجد أعلى منها و معناها أي أنه يتخلل سويداء القلب فأنت تقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا يقول هذا أعمارهم كبيرة يستطيعون أن يعبروا عن مشاعرهم بحب لبعض من البعض يعني موجي واحد يقول لواحد أنا أحبك وأعتز فيك وأنت خليلي يعني يمكن واحد يتحرج يعني كيف تقول لهذا أمام الملأ يعلن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لكنت متخليلا لاتخذتك يا أبا بكر خليلا طيب هذا الخليل هو الأول في حياتك هذا الخليل أنت عبرت عنه بلغة الحب و لغة الإنسانية و لغة المشاعر يأتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه و أرضاه في يوم من الأيام و كان فيه صهيب و بلال و سلمان رضي الله عنهم و أرضاه و يرون أبا سفيان في الطريق وقت عزة المسلمين و أبو سفيان ماشي قال أحدهم والله ما أخذت سيوف الله حقها من عدو الله يقصدون أبو سفيان يعني جاء الآن جاءك وقت الكلام نحن علينا أن نستحضر و ما رسلناك إلا رحمة للعالمين فجاءوا و قالوا له والله ما أخذت سيوف الله حقها من عدو الله يعني منك يا أبا سفيان فأبو بكر الصديق رأى هذا المشهد و هو منهم من أسلم على يديه أصلا رضي الله عنه و أرضاه و رأى مشهد أبو سفيان و هو يريد أن يتودد القول يريد العالمية أيضا للآخرين و هو أبو سفيان فقال أتقولون هذا لسيدي قريش يعني ليش شديتهم العبارة بهذا المعنى أتقولون هذا لسيدي قريش و لا يزال يريد أن يودده و يحببه في دين الإسلام فغضب الصحابة الثلاثة و ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه و قالوا له الخبر أن أبا بكر قال لنا كذا و كذا أمام أبي سفيان فلما أقبل أبو بكر لازم أن نستحضر أبو بكر هذا الرجل الذي واساني بنفسه و ماله يوم لم يواسيني أحد لو كنتم متخدا خليلا نتخذتك يا أبا بكر خليلا يقبل أبو بكر الصديق الرجل الأسيف الحنون العطوف على النبي عليه الصلاة والسلام و الصحابة موجودون فلما رأاه النبي عليه الصلاة والسلام غضب و قال يا أبا بكر لئن كنت أغضبت إخوانك لقد أغضبت ربك فنعم نحن عندنا رحمة للآخرين و عندنا ود للآخرين لكن أقرب الود هؤلاء أقرب العاطفة هؤلاء أقرب الرحمة هؤلاء وهكذا يعيد التوازن عليه الصلاة والسلام بين الرحمة و بين العالمية عندنا رسالة عالمية لكن ما ننسى أنفسنا ما ننسى أهلينا ما ننسى أقرب الناس مننا الروح نعطي للغرب و للشرق خيراتنا و بركاتنا و ودنا و احترامنا و إنسانيتنا و ابتسامتنا و نبادلهم أشياء كثيرة و نتصالح معهم في أشياء كثيرة و نحن لا نتصالح مع ذواتنا و لا مع أبناء أهلنا و جلدتنا هذا أمر غريب فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن و يدرك ما قام به أبو بكر من قضية الودلي لأبي سفيان حتى يلين إليه و حتى يقبل عليه لكن كان أيضا يريد أن يلفته النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكانة إخوانه و إلى مكانة أصحابه هذه رحمته و عالميته عليه الصلاة والسلام رجل آخر قال له أيضا مشاعر الحب و العطف يعني لاحظنا أن تجد في السيرة الرجل أخذ كلمة الخلة أعلى درجة الحب مثلا أبي بكر و هذا هو موقفه معه و ستجد رجل آخر لا يوجد مثله في السيرة حلفا النبي عليه الصلاة والسلام بحبه مثل هذا الصحابي الجليل و هو معاذ بن جبل لن تجد في السيرة والله إني لأحبك يا معاذ والله هكذا يحلف والله إني لأحبك أيضا إعلان الحب و إعلان المشاعر ثم يأتي هذا الرجل اللي و مين أعلمكم بالحلال و الحرام صيغة أفضل التفعيل رجل لم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بحب رجل مثله و رجل أعلمكم أعلمكم بالحلال و الحرام يأتي معاذ ليصلي بالناس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام عنده صوت جميل و من صفاته أنه رجل وسيم و هو أعلم بالحلال و الحرام و هو الرجل المحبوب المألوف من كل الصحابة و من النبي عليه الصلاة والسلام بالصفة الخاصة فيصلي بالناس صلاة الفريضة و يطيل شيئا في الصلاة يعني بينه و بين الله سبحانه و تعالى في عبادة طاهرة عظيمة شريفة جليلة ثم يقبل عامة الناس مجموعة من الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفتان أنت يا موام تفتن الناس في دينها من هو أعلمكم بالحلال والحرام نعم حتى لو كنت أعلم الناس بالحلال والحرام أتفتن الناس من الذي قال ذلك قال عليه الصلاة والسلام من الذي طلب هذا الانتباه وهذا الحرص مجموعة من عامة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فلم يأنف النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول له ذلك لماذا يغضب بعض العلماء وبعض الشيوخ عندما ينتقدون اليوم يقول لهم يعني أفتانون أنتم في أمور دينكم فتنتموا الناس في بعض الأحكام أو فتنتموا الناس في بعض التصرفات و فتنتموا الناس في بعض المواقف السياسية و في بعض المواقف الاجتماعية فعلا فتنتموا الناس بمواقف بعضها هزيل و بعضها لا يخدم المسلمين و بعضها يراعي أشياء دون مصالح المسلمين العامة فلماذا لا يسمعون إليها رحمة و عالمية انظروا إلى أحوال العالم الإسلامي يعني هنا يستيقظ الضمير هنا يستوعب الإنسان يستوعب العقل كيف أن بعض المعممين الذين يفتون بالباطل و الذين يقفون مع الظالم المستبد يجب أن يعرف الناس حقيقة يقول هؤلاء أن يفتنون الناس في دينهم يعني المستبدون في الأرض هكذا رسالته عليه الصلاة والسلام تتجلى بين الرحمة و بين العالمية و نحن أخذنا موقفين فقط و إلا عندنا مئات المواقف لكن أنا اخترت هذين الصحابين لأنهم الذين أعلن لهم الحب أمام كل الناس و مع ذلك كانت رحمته تعني الشفقة منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يفهم أن هذه الرحمة هي فقط البلسم الحنان و العاطفة و شيء من الود و هذا كان كثيرا في حياته عليه الصلاة والسلام و في مقابل ذلك حرصه حرص شفقته اهتمامه عنايته حتى يتجلى هؤلاء الصحابة عالميته في نفسه نعم جميل من أقرب الناس ليهم من محبته و صحابته نتحدث أيضا عن رحمته مع مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم مخالفين فكيف كانت رحمته معهم و هم يحدثون هذا باب من أعجب الأبواب في سيرته عليه الصلاة والسلام أليس هو صاحب مشروع الرحمة و العالمين هكذا تجلي الرحمة و العالمين صاحب هذا المشروع حتى أن المفكر السوداني محمد الحاج أبو القاسم رحمة الله عليه عندما كان يتكلم عن موضوع الحضارة و أخذ يستشهد بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه العظيم الإسلامية الثانية كان يقول أنه لا يمكن أن تبلغ الحضارة لا يمكن أن يقول والله حضارة إسلامية ما لم تتجه إلى العالمية إذا لم تكن هناك حضارة تتجه إلى العالم لن تكون هي حضارة المسلمين حضارة أكباع محمد صلى الله عليه وسلم مخالفة الأقوام للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتجلى فيها أيضا رحمته و بعده العالمي عليه الصلاة والسلام رجل مثل هبار بن الأسود حتى اسمه هكذا غريب هبار أبن الأسود حتى أبن الأسود هذا الرجل العنيف الشديد كان شتاما للنبي عليه الصلاة والسلام و مهما كان في النبي عليه الصلاة والسلام منسان يتأثر بالكلمات التي تقال عليه نعم هو رحيم نعم هو يشفق بالخلق لكن كان يتأثر عليه الصلاة والسلام فلعلك باخع نفسك حتى كان يتعب نفسه عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينصح لآخرين و كذا يتأثر عليه الصلاة والسلام كل هذا موجود بل كان بعض الصحابة يعرفوا هذا في وجهه و جاء مرة مرات فقال لأحدهم إليك عني حالة كان فيها عليه الصلاة والسلام كما يروي ابن هشام في سيرته فهذا الرجل هبار بن الأسود سمع أن زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا الخصوصية و هي حامل رضي الله عنه و أرضاه في طريق هجرتها فجاء هذا الرجل هبار بن الأسود و في طريق هجرتها فأخذ الرمح و أخذ يضرب به بطن زينب رضي الله عنه و أرضاه و هي حامل حتى سقط جنينها لاحظ في صحراء و أم و تريد أن تهاجم مكة بعد رحلة من الاضطهاد و رحلة من المعاناة و رحلة من الإذاء لها و لأبيها عليه الصلاة والسلام و تأتي الأخبار تخيل أن يأتيك خبر أن أبنتك مطاردة يجن جنونك يا أخي تصاب بحالة نفسية عصيبة جدا فكيف ببنت النبي عليه الصلاة والسلام و هي ليست فقط عادية هي امرأة حامل و في طريق صحراوي و خارجة مغتربة مهاجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى ليس خروج حادي يعني جاء واحد يطاردها بطريقة ما أنت لو سمعت فقط ما قاله علي الطنطاوي رحمة الله عليه في ابنته بنان التي حصل لها ما حصل زوجة عصام العطار الداعية السوري الكبير في ألمانيا و ما كتب عنها في ذكرياته شيء والله يا أخي يتفطر له القلب فيما كتب عنها من بلاغ و بيان شيء عجيب فما بالك الآن بأمرأة حامل و في طريقها مغتربة و في سحراء و يأتي هذا الرجل ليضرب بطنها بالرمح يعني مش فقط لا هكذا يعني إيذاء شديد جدا حتى يسقط جنينها أمامها و مع ذلك سب و شتيما للنبي عليه الصلاة والسلام فيفعل فعلته و يهرب هبار بالأسود و يأتي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن ابنته و عن حالته اضطراب شديد سيكون إذاء شديد عليه الصلاة والسلام و هو يستحضر هذا المعنى و ما أرسلناك إلا رحمة للعالم عنده الرحمة و عنده شفقة لكن أيضا سيرحم ابنته و يرحم طفلته و أولى بها و طفلة البنت هذه فقام عليه الصلاة والسلام بابنته و تودد إليها ثم أمر برقبة هبار بالأسود اقتصاصا من هذا الرجل الذي فعل فعلته فبدأ هبار يهرب من مكان إلى مكان ما في حيلة خلاص أنت سويت كل الجرام سب و شتيما و تآمر و اغتيال و مطاردة فلم يجد سبيلا إلا أن يتشفى عند البعض ليأتي إلى أنه خلاص كل الأبواب أغلقت نعم نحن نرحم الخلق لكن أيضا أن نحاسبك القصاص و لكن في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم ترحمون حتى الرحمة بكم هذا القصاص حتى تغفر لكم الذنوب و تستر لكم العيوب فوجد هبار أنه لا سبيل له إلا أن يشفع أحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتخيل أنا أستحضر من أنت أمامي بعض الناس الآن يحدث له موقف مع صاحبه يقولون خلاص لا يريد أن يتصعليه بالتليفون و لا يريد أن يكلمه و يقاطعه على موقف حصل له و سار له موقف عشر سنوات يقول لا أنا أريد أن أؤدبه و أريد كذا لو استحضروا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في معناها الجليل الرحمة و العالمي لا ما فعلوا ما فعلوا الآن نبحث اسأل كل واحد من من المقاطع من الناس من الذي ما يتصل عليه من الذي ما يكلمه من الذي ما يهتم بوضعه خلاص موقف من موقف هذا الرجل فلنفهم ما حصل له فلما وجد أن كل الطرق مغلقة جاء نادما إلى النبي عليه الصلاة و السلام ندمه ابتداءا جاء من إغلاق الأبواب ما جاء هكذا يعني لحظة فطرة لحظة إنسانية لحظة قلق لا 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 جاء من لحظة سد الأبواب فوجد أن الطريق الوحيد هو إلى أن يأتي فأتى إلى النبي عليه الصلاة و السلام نادما على ما فعل فقبله النبي عليه الصلاة و السلام و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو الحبيب و كل الناس يتهواه عليه الصلاة و السلام إذن هذا المعنى الجليل قتيلة بنت النظر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقتل أبيها هذا الرجل عدو من أعداء الإسلام يعني نحن قلنا عالميتنا تقتضي أيضا الرحمة بالخلق يعني أنا مو معقول أترك المسلمين يؤذون ويضطهدون ونقول والله أنت رحمة يعني لا تجاه بأحدا ولا تقاوم أحدا ولا تقاتل أحدا وستمر في السلميهاك أنا أقتل وأنا يعني أنظر إليك ما هذا التصرف البئيس لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتذر عن الدعاء على الأقوام كما في صحيح مسلم يطلب منه الصحابة أن يدعو عليهم يقول يا رسول الله أدعو على فلان وفلان أدعو على هؤلاء ففي رواية مسلم كان يعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم عليه الصلاة والسلام هؤلاء كفار ويدعو لهم أن الله يهديهم وأن الله يصلحهم وأن الله يعيدهم إلى دينه يعني هكذا يعدل من الدعاء عليهم إلى الدعاء لهم لكن أحيانا عندما يستفدون اللهم عليك برعلة وذكوان وعصي عصة الله ورسوله اللهم اجعلها عليهم سنين كسنية يوسف رحمته عليه الصلاة والسلام تختضي رحمة الخلق الذين هم بجواره والذين هم معه اللهم اجعلها عليهم سنية كسنية يوسف أي عن سنية يوسف؟ يعني من القحط والجدم والتعب اللهم العن فلانا وفلانا الله العن فلان ابن فلان هكذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام وفي الوقت ذاته بالجملة لم يكن رسول الله باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البري لكن في بعض المواطن في بعض المواقف رحمتي شفقتي تقتضي أن أرحم هؤلاء الخلق يا أخي رحمته حتى بهم أن يشعروا أن كنت أواقف معهم أقول له لا نحن والله مأمورين في الشرع المطهر أن نرحم الناس طيب هؤلاء يقتلون يرون صور العذاب وصور الامتهان من رحمته من شفقتي الرحمة أصلا فطرة الرحمة أصلا عاطفة عفوية عندما ترى فلان هذا الذي يقتل وهذا الذي يبيه تقول لعنة الله عليه هذا هكذا العفوية هكذا هي الفطرة الإنسانية فيكون بالعكس رحمته هؤلاء الناس تقول والله الحمد لله يا أخي دعا على فلان نسأل الله أن يتقبل دعواته فهكذا نفهم هذه تجليات السيرة في النبي فقتيلة هذه لما أمر النبي عليه الصلاة بالقتال هذا الرجل الذي آذى المسلمين أيما إذا وجدت النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق فأخذت تقول له شيء من الأبيات أبيات الشعر يعني كون إيش كان ضرك لو أنك أنت يعني عفوت عنه و سامحته ألست أنت الذي يعني بعدتك الرحمة فكانت تقول ما كان ضرك لو من أنت و لربما من الفتى وهو المغيظ المحنق فالنظر أقرب من أسرت قرابة و أحقهم إن كان عدق يعتق يعني تقول عن أبي هذا قتيلة مثل النظر أحق يعني قرابة فيه بينه و بين النبي عليه الصلاة والسلام قراب و أحقهم إن كان عدق يعتق إذا كان والله مسألة العدق و العفو فهو أحق بها فيقول عليه الصلاة والسلام لاحظ الكلمة هذه البليغة العظيمة يقول عليه الصلاة والسلام لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه يعني فقط لو لامست آذان النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشعر الجميل هذا الكلام اللطيف هذا الكلام الحنون وهذه الرقة والعضوبة يلي كان خلاص عفوت عنه لقال لا عفوت عنه فإذن هو طبق النبي عليه الصلاة والسلام المنهج الصحيح فيه لكن في الوقت ذاته إن كانت لحظة من لحظات العفو ولحظة من لحظات التسامة وقد عاد إلى رشده وآب إلى وعيه وترك أخطاءه التي كانت عليها ممكن للإمام الأعظم يعني أن يقوم بهذا العمل يقوم بهذا الدول حتى نفهم الخلائق كلها رحمة للعالمين فهكذا كانت سيرته ومنهجه عليه الصلاة والسلام المغزى والمعنى من هذه الرسالة العالمية أن يفتش الناس اليوم عن أحوالهم وعن ظروفهم يفتشوا عن علاقاتهم مع الآخرين من هم مقاطعهم من هم من لم يرضى عنهم يا أخي رسالة حتى للجماعات الصلاحية رسالة حتى للدعوات الإسلامية يعني كفوا من الخطابات السلبية أنا اليوم كنت أقرأ في جريدة الأهرام المصرية أخبار الصباح وأطالعها فوجت مقابل المقابلات أيضا كلام عن الانتخابات القادمة بعض الدعاء بعضهم في بعض يعني رسائل حقيقة ليس فيها جانب حتى من الود وليس فيها جانب حتى من التحنان يعني اختلفتم فيما بينكم في بعض وجهات النظر في بعض المواقف والمواطن لكن دون انتقاص ودون يعني كل واحد كأنه متذرع لنفسه وكأنه هو الذي سينجح في مسيرته وهو الذي سيقود أمة مصر وغير ذلك لا رحمة بأنفسكم ورحمة بأوضاعكم فرحمة النبي عليه الصلاة والسلام تقتضي منكم كلاما لينا تقتضي منكم حسنا في التعامل تقتضي منكم تنبه لوغضعيه مع المخالف جميل لازمنا أيضا في سر الرحمة العالمية في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا نختم هذا الحديث في رحمته نتحدث عن رحمته مع عامة الناس صلى الله عليه وسلم عندما نتكلم عن عامة الخلق عليه الصلاة والسلام كان أنا وردي كما نتكلم عن رحمة نتكلم عن عالميته في رحلتي مثلا في الغزوات عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الخلائق معه من هؤلاء الذين أسلموا لتوهم في لحظاتهم من مجموعة من العصاه من مجموعة من المتأخرين من المجموعة الذين لازالت فيهم اضطرابات وكانت فيهم عادات كان يأتي بهم كلهم عليه الصلاة والسلام يشاركهم في رحلته العالمية في موقفه مثلا مع الحج كان يأتي بهم عليه الصلاة والسلام يذكرهم وينصحهم وجههم بدور الرسالة وأيضا بالتراحم فيما بينهم يعني الآن مثلا في رحلة الحج وجدنا الحشود المؤمنة أكثر من مائة ألف كما يقول الحافظ بن حجر ومع أنهم كانوا يجتمعون من أجل ريقه عليه الصلاة والسلام أو من عرقه أو من شعراته التي كانت تخرج ومع ذلك لم تكن هناك حالة واحدة من أن أحدهم مات بسبب التعارك أو بسبب التجمع أو بسبب الحرص على شيء من شعراته عليه الصلاة والسلام ما كان هذا موجودا نهائيا ولكننا اليوم في عصر التقنية وفي عصر الحضارة وفي عصر الإعلانات وفي عصر الإرشادات وفي عصر البرامج التوعوية قبل أن يأتي الناس للحج وبعدها نجد في أموات كثر في التزاحم هنا والتزاحم هناك وبعض العبارات وبعض الألفاظ لم يكن هذا من هدي كان يجمعهم كلهم بمن فيهم منهم من أهل المعصية ومنهم من تول الذي بدأ في دين الإسلام ولم تأتي لنا حادثة واحدة إذن كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على معالي راقية على مفاهيم عظيمة ومنهم من البادية الشيء الكثير يعني بعضهم فيه صفات البادية فكيف نقارن هذا بوضعنا اليوم يقولون حنانين على أنفسنا يجب أن نعيد يعني دراسة السيرة النبوية بطريقة صحيحة لنرحم أنفسنا ونرحم غيرنا العلماء الذين مثلا كانوا يأتون ببعض الفتاوى التي لا يستوعبون فيها الواقع ولا يستوعبون فيها الأصر أذكر والله قبل عشر سنوات ربما كنا في رحلة الحج وزمان كما تعرف عن الدور الثاني الناس تصعد من الجمرة إلى الجمرة الصغرى ثم الجمرة الوسطى تليها الكبرى و الناس ترجع من الكبرى إلى الوسطى ثم الصغرى هكذا يعني ليس نزول من الطرف الآخر لا كان مغلقا ثم يرجعون وبعضهم لا يعرف أصلا لما فتح فيما بعد فكانوا يرجعون من نفس المسار ومن نفس الطريق فالمنطقة الوسطى هذه منطقة مزدحمة مزدحمة جدا لأن الناس جاي من الصغرى إلى الوسطى يريد أن يرمون و الناس راجعين من الكبرى إلى المعاكسين حتى يخرج و الناس أصلا في الوسطى يريد أن يرمون موجودين لهم يرجعوا يمين و لهم يرجعوا يساء فاختنق الناس فبعض المسار يرمي بعضهم من فوق من الأعلى إلى الأسفل و أنا رأيت والله هذا عشرات الناس هكذا وضعهم شيء غريب في المنظر فذهبت إلى مركز الشرطة مباشرة لأخبرهم بالموضوع قال والله عندنا البلاغ جزاك الله خيرا طيب عندكم البلاغ هل القضية هنا عسكرية أملية يعني ماذا سيفعل العسكر ماذا سيفعل الأمر يعني حيبعدوا الناس كيف هناك أكثر من يعني مئات الآلاف من الناس القضية كله هنا قضية علمية دينية شرعية هناك عندنا دليل واضح وصريح يعني نعم هناك من المفتين من تكلموا من الفقهاء من تكلموا إلى جواز أن يرمي الناس قبل الزوال يقننوا هذا الأمر ويبينوه لكننا وجدنا إغلاقا وللأسف إغلاق ديني إغلاق شرع يتحمل إثمه هؤلاء هؤلاء الذين هم أهل العلم وأهل الدين الذين أفتوا بذلك دون بصيرة دون معرفة بالواقع الناس يموتون ونحن لازمنا على بعض الآراء السنة التي تليها دخل الأمر سياسيا سياسيا بمعنى أن الجهة الرسمية الجهة الأمنية بدأت تتكلم وتقول يعني راعوا هذا الأمر فوجدت أن الفتوى تغيرت وقال من أخذ برأي بعض علماء المسلمين الموثوقين فلهم ذلك يعني لهم أن يرموا قبل الزوال وكذا ما هذا التصل بالفكري ما هذا التصل بالفقي بعد ما يموت الناس ويقتل منهم بالمئات وبالعشرات ثم تأتي قضية ربما سياسية أخذنا أنظر أنا لابد أن أقول كلمة الحقيلة عن الصحابة الجليل أفتان أنت يا معاذ هؤلافة الناس في دينهم طبعا لا تكلم عن شيخ بعينه ولا تكلم عن الجهة بعينه أتكلم عن من أغلق عقله وأغلق فكره وأغلق نفسيته يعني فعلا هؤلاء أغلقوا فيجب أن يتقوا الله في تصرفاتهم ويتقوا الله في أعمالهم هكذا منهجه عليه الصلاة والسلام أخذه في رحلاته كما قلت للعامة وبعض أمهم في الطريقة يقول مطرنا بنوء كذا وكذا الكواكب هذه التي أمطرتنا فيقول عليه الصلاة والسلام عن الذي ينزل مطر هو الله سبحانه وتعالى حتى ربما بعض الألفاظ فيها شركيات فكان عليه الصلاة والسلام ينبهم ويأخذهم في رسالته العالمية يعني مون إحنا عندنا والله هذا مبتدع هذا ضال هذا أخوان مسلمين هذا تبليغ هذا سلف هذا معرف إيش وخلاص لا تسمع له لا تتكلم معه لا تحاوره لا تناقشه ويبدأه لا يتكلموا يتفلسفون بما لا يعرفون النبي عليه الصلاة عندنا ناس حتى يرفضون بألفاظ مشركية ومع ذلك ربهم ووجههم نبي عليه الصلاة والسلام وقادهم في مسيرته ومنهم المخطئ ومنهم حتى الذين كانوا في عصر الصحابة ذاك الرجل الذي سلسله وقيده وأخذه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه في المعركة ثم لما قال الزوجة فقط أنا أريد يعني شيء بسيط وشيء يسير وأرجع ثم أخذ يقاتل في سبيله ورجع إلى مكانه ومن هذا الرجل عرف أنه واحد من الصحابة وذاك الرجل الذي هو مخمور يشرب الخمر ما أكثر شوف حتى الرواية أخي عجيبة الرواية نصها غريب ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر حتى أن مرة مرات عمر من كثرة غضبه لعنه وشتمه فغضب النبي عليه الصلاة والسلام على عمر وقال إنه رجل يحب الله ورسوله يعني أنت فقط ذكرت هذا الجانب الذي فيه أنه رجل لاحظ ما أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر الخمر الكبير من كبار الذنوب عنده ورطة في هذه المشكلة عنده مصيبة في هذا الباب ويمسك أكثر من المخلال نعم وأكثر مرة يمسك عشرة الكامرة وأكثر مرة يقبض عليه وأكثر مرة يثبت عليه الأمر وحتى عمر خرج عن طوره يعني لعنه وشتمه يعني كأنه يقول ألا ترى النبي عليه الصلاة والسلام أمارك أما ترى أحكام الدين ظاهرة بينه والناس كلها تنفر من هذا الأمر وهو ضد مصرحتك وضد حياتك وضد صحتك وما أكثر يعني مرة مرتين من شيء آه يعني عشرات المرات فأضطر هكذا خرج فنهاه ونهره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وذكر لحظ مش أنه رجل لعله ياتوب يا عمر لعله يصلح الله لا ذكر فيه الجانب المضيء يعني أنت تذكر السلبي أنا سأذكر الآخر إنه رجل يحب الله مش أحب الله ورسوله لا يحبه لا يزال يحب الله ورسوله سبحان الله طيب موحد ممكن يقول يا رسول الله يقول يحب الله ورسوله ورجل الآن أمام عيننا مخبور وين حب الله ورسوله هذا يا جماعة إذا أخطأ الآن في جانب وإن كان كبير من كبير الظنوم فلا يعني أن نغلق حياته الأخرى لو دخلنا في هذا المعنى هذا معنى العالمية وهذه معنى الرحمة اجعلوه يدخل في دين الإسلام اجعلوه يقدم شيئا للدين وقد قدم أشياء هذا الصحابي في دين الإسلام فعلينا أن ننتبه في مرحلة دعوتنا ومرحلة تفاهمنا مع الناس الأب مع أولادها الأم مع بناتها حتى ولو أخطأوا حتى لو تجاوزوا حتى لو تكرروا هذا الخطأ أكثر من مرة فعلينا أن نعود إلى هذه السيرة نعود إلى الرحمة نعود إلى العالمية جميل لأن بعد هذا الحديث وهذا التطواف الرائع في رحمته صلى الله عليه وسلم وعالميته أيضا هل لنا نرسل رسائل في الاقتفاء بأثر النبي صلى الله عليه وسلم و أيضا نشر صور محبته و هديه صلى الله عليه وسلم على عامة الناس أولا ربما أدعو من هذا المقام هناك بعض الرسائل أو الخطوات العامة لكنني أبدأ بمشروع حتى نكون عمليين أكثر أدعو كل من يشاهد هذه الحلقة إلى زيارة مشروع السلام عليك أيها النبي في مكة المكرمة الذي يشرف عليه أخي العالم الجليل الشيخ الدكتور ناصر الزهراني و قد أقام هذا المشروع العظيم الكبير وهو معرض هائل يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و عن حياته بتطبيقات عملية و بمواقف جميلة و بطريقة عصرية جدا و أنا أقول الذي لم يزور هذا المكان فقد شيئا كثيرا من واقع السيرة اليوم و من فهم السيرة اليوم أنا أقول من يستطيع فعليه أن يرحل عشان بس بعضهم لا يقول والله لا تشد الرحال روح صلي في مكة المكرمة شد الرحال و بعد ذلك ذهب إلى هذا المكان حتى شد الرحل هنا جائز المقصود به شد الرحل يعني أن تذهب ليس إلى عبادة مخصوصة و لنسى يشد رحله إلى الطائف إلى زيارة أبيها و يشد الرحل إلى أبها لتمشية أهلي كل هذه من العبادات الطيبة الصالحة فيذهب إلى مركز السلام عليك أيها النبي أنا أدعو الإخوة و الأخوات أما الذين هم في مكة و في جدة و لم يذهب و قل فاتكم شيء كبير و أنا أعمى أقول فاتكم شيء كبير فليذهب إلى هذا المركز والصرح الكبير و لننظروا فيما فعل فيه من بيان سنته و سيرة عليه الصلاة والسلام هذا واحد اثنين أن نخصص مادة في إدارات التعليم أدعو وزارات التربية و التعليم في العالم الإسلامي كله أن تخصص مادة للسيرة النبوية يراعى فيها الجانب العصري يراعى فيها الجانب الميداني و هناك بعض البرامج الفضائية و الحمد لله أن تنشر و تهدى للشباب و للفتيات أن أيضا نقوم بدور ثالث أن وزارات الأوقاف تعمم الدعوة إلى تدريس السيرة النبوية في المساجد و في الدروس بشكل كبير و أذكر مرة من المرات أننا قمنا بإحصائية أظن قبل سبع سنوات أو ثمانية سنوات أخذنا تقريبا منطقة جنوب جدة و أخذنا سوية إحصائية إحصائية هذه عن الدروس التي تقام في السيرة النبوية فعندما كان فقط هذا هدف المشروع فراح الفريق إلى المساجد و يسأل مسجدا مسجدا إلى أننا صدمنا أن منطقة كبيرة جدا لا يوجد فيها حتى أصلا دروس يقيمها إمام المسجد فهذا تفريط من إمام المسجد أنه يذكر الناس و ينصح الناس هذا نحن بحاجة إليه في عندنا البرامج الإعلامية و عندنا اللوحات و أنا قبل أيام ذكر في الفيسبوك يعجبني أن البعض يضع صورة المدينة المنورة أو الحجر النبوية أو ما يدعو إلى التذكير بالسنة في بيته في غرفته في مكتبه يعلقها فيتذكر النبي عليه الصلاة والسلام و يتذكر حتى الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صلى على محمد و آله محمد و هكذا فهذه الصور الجمالية هذه الصور التي توضع في أماكن مختلفة كلها تذكر بهذا المعنى هذه بعض الأفكار و بعض الأعمال التي نحن بحاجة إليها حتى نستطيع بإذن الله سبحانه و تعالى أن نراجع منهج السيرة النبوية في حياتنا اللهم صلى الله عليه وسلم عليه حقيقة حديث رائع جدا حينما نبحر في سرتي و اليوم تحدثنا عن أعظم سيرة فهي في رحمته و عالميته في رحمته صلى الله عليه وسلم عليه شكرا لكم دكتور و لكم شكرا لكم شاهدين و متابعين لا تنسوا أنكم في يوم فضيل و النبي صلى الله عليه وسلم قد حثنا بالصلاة عليه خاصة في هذا اليوم فصلوا و باركوا و ادعوا الله سبحانه و تعالى أن نلتحق جميعا في شفاعته في جنته في جنت الله سبحانه و تعالى و رضوانه نسأل الله سبحانه و تعالى نتم علينا نعمته و فضله و كرمه و يا رب العالمين اللقاء في أيها الإنسان يتجددوا بكم بإذن الله في جمعة قادمة إلى المرتقة بإذن الله و السلام عليكم و رحمة الله موسيقى هم بنوحا و أمثلي خلق مولا ما تعالى